قامت مؤسسة حياة كريمة بإعادة رفع كفاءة منزل مواطن بقرية الكوم الأحمر بمركز سمسطة جنوب محافظة بن سويف وقدم صاحب المنزل شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي ولمؤسسة حياة كريمة لدورهم في إعادة تأهيل منزله مرة أخرى في خطوة جديدة من خطوات مساعدة الأسر الأولى بالرعاية قامت مؤسسة حياة كريمة بإعادة رفع كفاءة منزل مواطن بقرية الكوم الأحمر بمركز سمسطة جنوب محافظة بن سويف على مساحة 75 مترا وذلك بصب المنزل بالخرسانة وتجهيزه وتوصيل المرافق الكاملة له وتجهيزه للسكن ضمن جهود المؤسسة لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطن وأسرته وحمايتهم من حرارة الصيف والشتاء القارس وقدم صاحب المنزل شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسة حياة كريمة لدورهم في إعادة تأهيل منزله مرة أخرى ونقله إلى منزل آمن ضمن خطوات مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى والتي حققت نقلة غير مسبوقة في مستوى معيشة المواطنين في الشتاء كانت النطر بتنزل علينا بتبادل الدنيا وفي الصيف برضو الشمس كانت بتبنزل علينا فالمطوى بتاع حياة كريمة جاء شاف المنظر فكتب تقرير وراح بعته للمؤسسة حياة كريمة وهم مشكورا أول ما شافوا الملف والصور روحوا جايين على طول كلام دوت كله كان في شهر 12 اللي فات ده فجاموا اشتغلوا في البيت على طول يعني كان يعتبر شغالي الليل وانهار عشان يخلصوه فما كملوش حتى أربع شهور أو ثلاث شهور وكانوا مخلصين البيت كنا بنعاني من حاجات كتيرة بسبب بيتنا ما كان معجود بالسبايت والحشرات كانت بتخش علينا والنطرة كانت بتبهدين جامد لما بتنطر وكنا بننجوا الحاجات طبعا عند أخويا وبعد كده ما كناش متوقعين أن مؤسسة حياة كريمة توصل لنا يعني بس الحمد لله ولاد الحلال لما أنجزونا وجونا وعملنا شغل في خلال شهرين بصمة واضحة قامت بها مؤسسة حياة كريمة في محافظة بنسويف والتي غيرت واقع بعض الأسر الأولى بالرعاية ونقلهم إلى حياة كريمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير حياة آمنة ومستقرة لكافة المواطنين ترجمة نانسي قنقر